الله الرحمن الرحيم خلينا في الجوزة بازني لده نحاول نتكلم على ازاي ارسم اشكال المواد النانو مترية. نبدأ حتى بازن الاب اشكال بسيطة. في بعض الضوء لها مسلا بيبيعاد يرسم حاجات زي كده. عايز يرسم كور مسلا عشان يعبر انه معانا بورتيكالز. عايز يرسم زي كده. عايز يرسم مسلا حاجة زي زي او كده. عايز يرسم حاجة. عايز يرسم حتى اشكال دي. يعني مسلا رسمة منشورة مثلا في بحث انه مسلا عايز يقول انه عنده رد عنده تيوبس مسلا هنا عنده حاجة عنده كور الكلام لزي كده فيه مسلا انه هي نفس الفكرة يعني كان عنده مسلسات تتحولت لعمل عملية معاينة تحولت لرد تحولت بعد كده حاجات زي كده. فخلينا نبدأ ان شاء الله في الفيديو ده بحاجات بسيطة. اه اول حاجة الكورة. الكورة لا اسمعها سهل على على باور بوينت لكن انا بنسى الخطوات بتاعتها بصراحة فانا كتبهم هنا هو عشان بس ايه? ايه يعني اتفكرني. اه هي مجرد بتتعمل اول مرة خلاص يعني انا بقى ايه بقى نساها بصراحة بعد كده. اه الكورة احنا ممكن اه نرسم هنا حاجة اوفل زي كده عادية. اه نشيل بتاعها. اه اه نوع اوتلاين. مش لازم الحدود اللي مبارد دي تبقى فيها حاجة. اللون حتى ايه بقى اي لون يعني حسب ما انت ترتاح لعينك ترتاح له يعني اي لون انت عايزه. زي كده. اه القواعد دي بتمشي على ان انت ان انت محتاج طبعا تضبط الابعاد بحيس ان هي تكون بالانش تكون بالبوصة. لان هو اه الطبيعي ان احنا يعني الحزبة نفسها ان احنا واحنا ماشيين كده. لازم هنقدر بستة وتلاتين في السايز بتاعها بالبوصة. بالانش. فانا هروح ابص هنا هوت مسلا انا هوت عندي في الفورمات الوحدات عندي بالانش اللي هي العلامتين اللي جنب بعض دول. فانا ممكن اخليها مسلا دي واحد ودي واحد عشان الدنيا مستلغبطش معايا كتير. واحد واحد فانا كده عندي اه دايرة اه واحد بوصة واحد بوصة. الطول والعرض بتاعها عشان يبقى الاقتار بتاعتها يعني تبقى دايرة. واحد واحد. قد ينوت بقى كليك يمين فورمات هنا. ممكن ناجي بقى في البيفل دا. بخلي البيفل دا هوت اضرب ستة وتلاتين في الواحد دي اللي هي ستة وتلاتين. وخلي هنا هوت ستة وتلاتين وهنا ستة وتلاتين وهنا ستة وتلاتين. بس دي كده بقت كورة معي على طول. اه لو انا تعالى حتى نبص عليها من من زوايا مختلفة يعني بص احنا خلينا نلف هنا مسلا ايه اه اكس بص اه كلها كورة من كل النواحي هيت. تعالى نلف مسلا واي. كلها كورة هيت. فهي ايه? تعتبر يعني اه في الاخر اه دي الميزة بتاعتها. اي اي ارقام تانية غير كده مش هتزبط كورة بالمنزر دا. فانا لما يكون مسلا عندي الواحدات مش بالانش. مسلا انا كنت ممكن احقاعد احولها زمان. اشوف كده القطر انا عايزه كام والا القطر هنا وهنا انا عايزه يبقى كام. واحد احول بقى البوصة وبعد كده اضرب ستة وتلاتين واجيب كالكوليتور جنبي وبتاع شغلانة يعني. لكن دي اسهل طريقة بصراحة انا يعني ايه بعملها على طول. واحد يعني هنا يبقى واحد 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 بوصة واحد بوصة واضرب ستة وتلاتين على طول وخلاص. طيب تعالى اه ناخد كوبي منها وبعدين نحطها هنا هو بس 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 كصورة دي مهمة جدا ان احنا نعملها بس كبكتشر. لما تيجي نكبرها هنا بص تكبر معاك كأنها كورة عادي جدا. وكورة حلوة ومعقولة ولونها حلو يعني. لو انت اخدت دي وكبرتها زي ما هي كده بص هتبوص معاك لان الارقام اتغيرت فبازت الصورة. فانصحك دايما ان انت ايه بعد ما تطلع صلنا على الصورة بتاعتك تحاول ان انت ايه تاخدها كوبي وتحطها بست كصورة. دي بس الايه الفكرة البسطة. طبع انت اتغير بقى ايه. احنا كانت الصورة زرقة ممكن تهيقلي كده هي دي ابسط يعني اكت اسهل حاجة لحاجة زي كده هوت على طول. فمتهالي ده كده ممكن تساعدك ان انت ايه تصنع عنه بالسهل. ممكن فوق منها بسلا ان هو تكتب مسلا ايه كلام انت عايزه تكتب مسلا ان دي مسلا اه زينكوكسايد مسلا وتخلي مسلا الكتابة بلون زي اللا بيض. دي حاجة بقى ايه ترجع لك انت يعني انت بقى ايه اشتر مني في حاجة زي كده انت ممكن بقى ايه تقعد تفنن في الموضوع. انا كان لكل يهمني ان انت ايه نزبط الكورة بس الاول. دي اول حاجة يعني. دي برضو من بقية الحاجات البسيطة ده كلام بسيط خالص يعني انت ترسم رسومات زي كده تيوبس زي كده هوت دي حاجات بسيطة دي يمكن اتكلمنا عنها قبل كده ان احنا دي ممكن مسلا ايه نجيب رسمة زي دي مسلا كده وبعدين نديها ديبس بس يعني انا اجي نوات في الformat shape اديها مسلا ديبس مسلا ايه نقول تلتمية مسلا مسلا هيت كده اشيل منها وبعدين تعالى نحركها كده على مستوى ايكس بوس شايف العمق بتاعها بعمل ازاي احنا ممكن نحركها على مستوى خلينا نحركها مسلا ايه خلينا نديها واحدة من مسلا اللي موجودين ممكن نجرب دي لا دي مش حلوة ممكن نجرب زي كده برضو مش حلوة يعني ايه على حسب انا بصراحة بنسل مش عاجبيني بصراحة دي كلها مسلا اهي حاجة زي كده زي كده هوت معقولة ممكن كده برضو معقولة جدا ممكن ازود لها مسلا بتاعها مسلا بدل تلتمية خلي ربعمية مسلا زي كده بس دي حاجة زي ما اتفعنا ايه ترجع لك يعني انت على حسب ما انت عاييه عايز تعرضها ازاي وتفضل بقى انت تتحرك يعني تحرك دي زي ما احركنا ده هي تفضل تحرك انت بقى احنا كنا اكلمنا زمان عن المختلفة الماتيريال اللي متصنع منها لو انت عايز تغير شكل الماتيريال لو انت عايز تغير الحاجات اللي زي كده برضو انت هنا ممكن ايه تتنقص دي شوية تزود دي شوية زي كده تحرك انت دي من هنا شوية من هنا شوية حاجات دي كلها ايه ترجع لك انت عايز تديها مسلا شادو عايز تديها جلو كل ده ايه بديعك يعني دي حاجة ايه تقدر انت تزبطها براحتك عايز برضو ان هو تحط لها حفة زي كده تقلل الحفة دي مسلا. وتحط مسلا حفة زي كده هوت مسلا. الحاجات دي كلها انت لازم تشوفها بنفسك على وانت شغالها الباور بوينت عشان ايه? اه عينة كيه اللي تبقى لقتل الاختلافات يعني على الحاجات البسيطة اللي زي كده. طيب لما اجي اعمل تيوب زي كده عاملها ازاي? التيوب برضو امرها سأل خالص. فيه شكل موجود في اه هنا هو تعبارها عن دايرتين جواه بعد اللي هو ده. هو عامله لك اصلا الواحد ودايرتين وجواه بعد. هتعمل معي زي ما عملت مع دي. هتصبح بس نقط في الفورمات شيف هتديلو دي مسلا برضو. تلتمية كده مسلا ولا حاجة? وبعدين نطلع مسلا ايه? ممكن نتديلو برضو من دول. زي كده اشوف هو مسلا ايه? المشكلة كلها اهي. مسلا زي كده هوت حالو جدا معقول. ممكن انا بقى ارجع اقلل الواي بتاعته او ازودها. زي كده ازبط دي شوية او اقللها. دي حاجة بقى ايه? ترجع لي لحسب ما انا عايز ايه? ترجع لك يعني انت طبعا على حسب ما انت عايز تزبط الايه? الصورة. ممكن انت تحاول تقلل مسلا الويتس هنا شوية كده. وتزود الويتس لو انت عايز ايه? تبين انت ااخد بالك من اللي بيحصل هنا وهنا. لو انت عايز تخليها مسلا ايه? دايرة بالزبط. فتبقى هنا تسعة من عشرة وتسعة من عشرة. كل الحاجات دي ايه امرها سهلة طبعا انت تغير برضو الاوتلاين من غير اوتلاين. ممكن تعامل انت بقى يعني ايه? تخليها لون هاسود بقى تشوف انت اللون اللي رياحك دي حاجة تركع لك يعني. في برضو دي بازن الله يعني امرها سهل هي انا يعني بصراحة مش شطر فيها قوي بس يعني ايه? اقول لك اللي انا عارف اعمله فيها يعني. بنيجي insert وبعدين بنرسم اشكال حرة. اللي هو الارك زي كده هوت مسلا. بنرسم مسلا او اظن كيرف كنا ممكن نرسم حتى كيرف زي كده. انا بضغط هنا كليك الشمال بالماوس وبعدين بطلع كده شوية وبعدين اغطي كليك شمال كمان. وبعدين امشي كده شوية كليك شمال. وبعد كده اجي انا اغطي كليك شمال. وبعد كده مسلا اجي انا اغطي كليك شمال. كليك شمال. كليك شمال زي كده مسلا. اخر واحدة خالص بدوس enter عشان خالص بقى ايه? يفصل معايا. كده احنا رسمنا هو الشكل ده بس نايس نديله ده بس بس. مش اكتر او قال لي يعني. لو انت بقيدك مزبوطة مع الكيرفة بتاعتها ممكن ايه تثبت يعني الانحناقات اللي زي كده. هو دي بقى ايه? بتاخد مني وقت بصراحة يعني بقعد عبال ما تطلع بالشكل ده بتاخد وقتها يعني. لك هنعيجي برضو في الفورمات شيب. نديها مثلا هنا شوية. نديها مثلا ثلاثين. وبعد كده ممكن نشوف لنا مثلا ايه? بص لو حركنا على على محور ايكس بص بدأ ايبان اهو. حركنا على محور وي بدأ ايبان ان هو ريبون. دي حاجة بقى ايه? ترجع لك انت او انت تحب بشوف انت ازاوي اللي انت عايز تعرضه بيها. برضو المختلفة ايه هو بتفرق. يعني في حاجات زي كده. حاجات زي كده. بريسيت زي كده هوت. اه كل بريسيت من دول بتا بتغير فيه شوية وبتخليه يبقى واضح اكتر للي عايز يشوفه زي ما انت شايف كده هوت. طبع انت برضو تغير بقى ايه اللون زي ما انت عايز. انا بصراحة علشان دي حاجة طبعا احنا مش عايزين بس احنا ممكن نخلي مسلا الفيل مسلا نغيرها. هي المشكلة ان هو بصراحة الكسرة بتاعته دي انا اول مرة اشوفها بس هي فعلا يعني للاسف خلاص خليها كده بقى انا بصراحة على قد ما قدرت اعمله يعني. طبعا اه فيه هنا بقى التو دي دي. دي برضو كانت سهل على ما افتكر يعني ما كانتش بتاخد وقت دي. هي اللي كانت بتغلبني هي الريبون وكانت الكور بصراحة بتغلبني دايما. لما بنيجي نعمل حاجة طو دي دي امرها سهل خالص يعني فيه رسمة انهوت برضو على على طول بانسرت بيبقى فيها اللي فيها الكيرفات اللي انهوت دي ده مش مستطيل صريح يعني. ده هو فيه الزوال زي كده. سهل ان انت تلونه باللون مسلا البرتقاني زي كده. وبعدين كل اللي هتعمله راح تديله دي بس برضو. الموضوع بتاعه مش صعب يعني. سهل تديله دي بس زي كده. وبعدين بس راح نبص على الاي على بتاعته. ممكن نحركه على مستوى واي بص اهو. هو انت بدأت تشوف كده الصمك بتاعه المطلوب. سهل انه يدد له مثلا زي كده. اهو. نزود ننقص بتاعته شوية. زي ما انت شايف كده ممكن نحرك مثلا الاكس. حرك حتى الزي بتاعته. نزود الزي مثلا زي كده. دي بقى ايه زي ما انت فانا برضو حاجة ترجعلك. ممكن نزود الدفس شوية زي كده. دي حاجة ايه بتعتمد على حسب الشخص يعني. بس يعني ارجو اللي اعزا جالي بتكون امور واضحة. اه انا الرسمة دي زي ما انت فانا عشان هي حاجة مش مش ثابتة. يعني على الايد. فبتختلف من واحد للتاني. يعني كل واحد بقى لحسب ما بيرسمها كل مرة بتطلع معاه. ساعات ممكن جوا نفس الرسمة ارسم دي وارسم دي وارسم غيرها بحيس ان احنا ايه يبقى كاين يعني عنددنا كتير عشوائية يعني طالع معايا. والريبون دايما كلما بيبقى صغير كلما ايه ما بيبنش فيه الانحنائيات اللي طالع منه دي يعني وكده. بيبقى يعني شكله معقول وهو صغير وكتير. يعني انت لو رسمت زي كده حاجات صغيرة وكتير ما بيتبنش العيوب بتاعتها او ما بيتبنش المشكلات اللي ممكن تطلع فيها يعني وكده. بس دي الكورر تكلمنا عنها. ان شاء الله ممكن الفيديو اللي جاي نحاول نتكلم بقى لحاجات السريك دي وكده عشان دي ما بتبقاش يعني ايه مهمة اول مش ناس كدير بتشتغل فيها. اه ان شاء الله نشوف اه يعني برضو لو حد عنده شاف رسومات او كده ممكن احاول لو حاجة نعرف عاملها ممكن ان شاء الله نسجلها في فيديو اللي جاي بعد كده بازن الله. وبرضو كنا تكلمنا قبل كده ان انت ممكن او هنتكلم في فيديوهات بعد كده ان انت ممكن الكورر دي تلاقيها جاهزة عن نت يعني في استنبات جاهزة على الباوربوينت ممكن تتحمل على طوله تستخدمها. لكن احنا ايه اتكلمنا بعد من باب اللي حد عايز فسا اللي سامها بقى مخصوص بالوان مخصوصة بحاجات زي كده. بس دي كانت الفكرة كلها بازن الله. بس نكمل ان شاء الله الفيديوات اللي جاي مع بعض. شكرا.